بمناسبة كمان الإجراءات التقدمية والملفات اللي بيتموا من أشيتها في الفترة الحالية وهو ملفة لما كنتش حابب أدخل فيه شوية لأن الغالثة ما فيش قرار صدر من الاتحاد الإفريقي احنا بالتأكيد بنلتزم إلي حيات في هذا الملف لغات لما الاتحاد الإفريقي يقرر أو يتخذ قرار في ملف مباراة اتحاد العاصمة ونهدت بركان المغربي ولكن مهم جدا للسادة المشاهدين دورنا نقول المعلومة للناس لأن الملف ده على فكرة في مواقف قانونية ممكن تبقى مفيدة للأندية بشكل عام سواء في مصر أو خارج مصر لأنه وقع ما حصلتش كثير في فترات سابقة بغض النظر عن تفاصيلها برضو أنتوا أكيد تبعتوا وشفتوا اللي اتكتب خلال اليومين اللي فاتوا وأحداث المباراة التي تم إلغاءها بالأمس فكرة الأدوات والمعدات اللي بيسافر بها أي فريق إلى أي دولة عشان يلهاب مع فريق هذه الدولة تبقى للواحة الاتحاد الأفريقي في الفصل التاسع أن الاتحاد الوطني المستضيف لهذا اللقاء بمسؤول عن دخول أدوات ومعدات الفريق طالما هذه الأدوات والمعدات هناك موافقة عليها رسمية وما فيش أي مشاكل عليها والاتحاد الأفريقي موافق عليها طبعا هذه المعدات كان فيها مشكلة وتيشرت فريق نهضة بركان ما دخلش وعلى هذا الأساس الاتحاد الأفريقي تدخل لجنة المسابقات أصدرت قرار بإلزام الاتحاد الجزائري والاتحاد العاصمة بدخول هذه المعدات وهذه القمصان ثم بعد ذلك رفض الجانب الجزائري فاستأنف على هذا القرار ولجنة الاستناف خادت قرار بضرورة خروج هذه المعدات لإقامة المباراة وقت المباراة هذه الأدوات ما وصلتش لفريق نهضة بركان طاقم تحكيم المباراة كان عنده تعليمات إنه ما ينزلش يصفر ويبدأ المباراة إلا لما يكون الفريق المغربي معاق القمصان بتاعته والاتحاد العاصمة حاول ينزل لملعب المباراة ولكن نزل بدون المرائب وبدون حكم المباراة دلوقتي هذه القضايا فيها شقية شق إن الاتحاد الجزائري بيطعر حاليا في المحكمة الرياضية على قرار لجنة الاستناف في الاتحاد الأفريقي للاتحاد الجزائري بيقولك أنت ما تقدرش تلزمني على إن أقول السلطات الجزائرية تفرج على هذه القمصان ده أمر ما قدرش أكبر فيه السلطات الجزائرية وبالتالي الاتحاد الجزائري بيطعر على قرار لجنة الاستناف في المحكمة الرياضية لغاية لما يشوف قرار المحكمة الرياضية الكاس في هذا القرار ده شق فيه شق تالي لسه ما اتخذش فيه قرار وبناء على هذا القرار هنشوف تبعاته إيه هو؟ إن الملف بروميتو تم إحالته للجهات المختصة في الاتحاد الأفريقي لجنة المسابقات ولجنة الاندباط لجنة المسابقات هتنظر فيه موقف المباراة هل هتعاد فيه ملعب محيد؟ هل سيتم اعتبار فريق من الاتنين خاسر تبقى للليحة حسب الأوراق المقدمة من المنصق الأمني ومراقب المباراة؟ وكمان طاقم التحكيم لأن حسب معلوماتي إن فيه تقرير خاص اتعامل من طاقم الحكام بعيداً عن التقرير اللي بيتم إرساله على السيستم اللي هو سيم اس أي حكم بيدير أي مباراة في البطولات الإفريقية بيرسل تقريره الطبيع على السيم اس بيقول فيها ظروف المباراة إجراءات المباراة لعبت أو لم تلعب بيكتب فيها التقرير بتاعه وفيه تقرير خاص في أحداث زي دي بتطلب منه بيبعتها بإيميل على الاتحاد الإفريقي كل التقارير دي هتدرس ويتم اتخاذ القرار على أساس هذا القرار لو ما عجبش نادي من الناديين هيطعن عليه في لجنة الاستناف في الاتحاد الإفريقي ما عجبوش هيروح للمحكمة الرياضية فأنت عندك شقين شق قرار المباراة يخص الناديين وشق الاتحاد الجزائري بيطل على لجنة الاستناف في موضوع استلام القمصال لفريق نهضت بركان طب القرارات دي بالقضية دي كلها ومباراة الاياب يوم الحد اللي جاي يعني احنا بنتكلم في قال لي من 6 ايام ازاي هتتحل ولو القرارات دي لسه ما طلعتش ومباراة الاياب الحد الجاي هتتلعب ولا مش هتتلعب طب مدى تأثير هذه المباراة وهذه القرارات على نتيجة نهائي كونفدرالية المتآهل هيواجه الزمالك او دريمزي الغاني المباراة مباراة الانتهت بالتعادل السلب في استاد القاهرة نتيجة سلبية بالتأكيد لفريق الزمالك ولكن هذا القرار مدى تأثيره على حظوظ اقامة مباراة النهائي هل البطولة معرضة لخطأ قانوني ممكن يؤثر فيه من هو بطل هذه المسابقة ملف شائك وصعب جدا وإحنا هنا بالتأكيد ما ندرش ندي قرار إلا لما يكون عندنا معلومة مؤكدة وما حدش في الكاف عنده معلومة مؤكدة هل المسابقات هتاخد قرار ضد اتحاد العاصمة هل يتم اعتبار نهضة بركان منسحب كل الإجارات المباراة تقول أنه محدش منسحب المباراة تم يلغاها هل يتم التواصل مع الناديين باجتماع عبر الفوديو كونفرنس أن المباراة تتلعب في ملعب محايد ولكن معلوماتي أن المشكلة مش في الملعب المشكلة في القميص اللي هيرتدي نهضة بركان تحاد العاصمة مش عايز يلعب أصاده بهذا الشكل اعتبارات أخرى يعني مش عايزين نتطرلق لها الموضوع بالتأكيد إحنا دولتين عربيتين بتهمنا المغرب والجزائر فأكيد مش هندخل في التفاصيل دي ولكن بننتظر القرار الرياضي الميزة اللي خليتنا اتكلم في القضية دي إن فيها تفاصيل قانونية ممكن تبقى مفيدة جدا للأندياء المصرية وممكن تبقى مفيدة جدا للإعلام الرياضي في مصر وأكيد دورنا اللي احنا نقول للناس ماذا يحدث في مثل هذه المواقع عشان ننتظر القرار النهائي إنه أكيد وارد في أي فترة من الفترات تتقرر مثل هذه المشاهد فنبقى عارفين الكاف بيدرس إزاي القرارات بتتخذ إزاي المواقف القانونية في مثل هذه الملفات بيحصل فيها إيه وانتو عارفين كل سنة كده الاتحاد الافريقي بيفجينا بقضية جديدة مرة الأهل والوداد مرة الترجي والوداد مرة نهضة بركانه والتحاد العاصمة يعني الحمد لله يعني الاتحاد الافريقي ومسابقاته دايما فيها إيه يعني حاجات مصيرة للاهتمام بعيدة تماما عن المستويات الفنية اللي احنا بنشوفها لأنه بالتأكيد ماتش الأهل ومزينبي يعني اللي تلعب من يومين تصوير سيء التلفزيون الكنغولي هو اللي صور المباراة مشكلة في الجمارج العربية الأوبيفان ما دخلتش الفار كان فيه مشكلة ما صورش ما اشتغلش يعني قصص كبيرة جدا لو بصنا عليها بالمقارنة بالمباراة الأوروبية لا فرق يشاسع بلها تفاجع على ريالة مديد وبرشلونة فيه مشكلة أفلفار الكرة عدت الخط ما عدتش ولكن في النهاية فيه تصوير فيه كرة ما فيش احتجاج الفرقتين راضين حتى بالشكل العام فطبعا فرق كبير جدا بما يقدم فيه الكرة الأفريقية والكرة الأوروبية